أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه أجمعين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين لو أن رجلاً عظيماً في التاريخ من الناحية المادية رئيس دولة أو من علماء الزر أو من علماء الجيولوجيا أو من علماء الفلك مهما كان عمره قتل طفلاً ولد للتو فإن هذه ترتكب جريمة كبرى ويحاسب عليها ويعاقب عليها لا يقال أن هذا رجل كبير وهذا طفل صغير الحياة لها قيمتها عند الله من قتل نفساً بغير نفس أو فساداً في الأرض فكأنما قتل الناس جميع هذا اعتداء على البشرية جمعة لو افترضنا أن بني أمية لم يقتلوا في يوم عاشراء من أصحاب الحسين ومن إخوته ومن أولاده ولم يقتل الحسين لكنهم اجتمعوا على قتل الرضيع وحده بعضهم ارتكب الجريمة بيديه وبعضهم رأى وقبل وراضي لأن من رضي بفعل قوم حشر معهم تقول ليس كل الناس قتلوا عبد الله الرضيع لكن كلهم يحاسبون على قتل الرضيع لأن قسم منهم ارتكب الجريمة بيديه والقسم الآخر رأى وراضي وقبل فهم يحاكمون الإمام عليه السلام الله عليه يقول له أن جيشاً قتل إنسان واحد قتل شخصاً واحداً لحل لي قتل ذلك الجيش كله أم بأكملها ارتكبت الجرائم التي وقعت في كربلا الذين سمعوا ورضوا والذين شاركوا بأجسادهم وكانوا ضمن من حضر في كربلا لكنه لم يرفع سيفاً ولم يرمي برمح ولا ضرب بسام هذا يعتبر مشارك في الجريمة مشارك في القتال كيف عبد الله الرضيع كان آخر أمل للحسين بعد مقتل أصحابه وإخوته وأولاده كان أمل في عبد الله الرضيع هذا الطفل البريء الذي لم يكن يتصور أحد أن القوم يقتلونه أعتقد في الظاهر الأمر طبعاً وليس في واقع الأمر كان الحسين يتوقع مقتل عبد الله الرضيع في واقع الأمر لكن في الظاهر لم يكن يتوقع ولذلك جاء به من دون السلاح يحمله هو وإنما جاء به عبد الله طفله هكذا وعرضه عليهم فلم يكن يتوقع أنه يقتل لكنهم ما رعوا الله في أهل البيت وقتلوا عبد الله الرضيع والذين شاهدوا وسكتوا نحن عندنا في الأحكام الشرعية لو أن ثلاثة أشخاص هجموا على بريء أحدهم أمسك به الثاني رأاه الثالث قتله القاتل يقتل والذي أمسك به يدعى السجن إلى الأبد والذي رأى وسكت ولم يقم بأي عمل تسبل عيناه ارتكبوا الجريمة بحق عبد الله الرضيع وقدم الحسين دمه في سبيل الله لينقذ العباد من حيرة الضلالة وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين وصل اللهم على محمد و أهل بيته الطيبين الطاهرين اشتركوا في القناة